اكيد سعيد بتجاربك اللي فاتت؟ اكيد اكيد النهاردة الحمد لله ما ربنا سبحانه انت خد منك ان انت كان نفسك تلعب في الدورة الممتاز لها بقى ليك اسم الحمد لله دلوقتي ورصيدة عند الناس في الدرجة التانية ودرجة التانية دلوقتي بقت معظم الناس كلها بتشوفها ومعظم الناس دلوقتي بتتبعها لان مع اسعار اللعيبات كبيرة في الدرجة الدورة الممتاز الناس بدأت تبص ممكن نشوف ناخد مين او يعني نزبط الفريق بايه فاكيد الحمد لله النهاردة ما يبقى تذكر الممتاز بيه تذكر ريدا لويشي فاكيد ده حاجة بدنزبالي بقى ساعد بيه ريدا لويشي السنادي في السكة مع كابتن محمد صلاح مدرب كبير جدا جدا طموحاتكو ايه السنادي واكيد كل الفرق في القسم التاني عايزة تصعد للدورة الممتاز واللي مش هيصعد عايزة استنى في الممتاز به عشان السنة الجاي عبقى دورة محترفين اول حاجة انا بس احب بقول لك كابتن كريم النادي السكة السنادي مختلف تماما عن العبتي في نادي السكة مرتين ايه 2006 و2015 السنادي مختلفة تماما مع دعم بسادة الفريق الدكتور سادة عيسى واللي هو حسام السيسي مع كابتن مراهيم نور والجهاز الفني طبع كابتن محمد صلاح وكابتن ريد اناور وكابتن حمد الدالي وكابتن امرح حكيم الناس دي دعمانا بشكل كبير جدا 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 مش بغلح الفريق بحاجة والحمد لله بالنسبة لعقدنا في السنادي طفرة كبيرة جدا جدا وحتى في انشاءات النادي تشروح النادي مختلف تماما عن السنين اللي فاتت جيم وحمام السباحة والملاعم الدنيا مختلفة تماما يعني الناس بصراحة يعني موفرة لك حاجات كتيرة بتمنى الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى في بداية الدور ربنا اداننا تلاتة بونت الحمد لله يعني ماشيين كويس بتمنى ان شاء الله نفضل يعني بالدعم الكبير ده ان شاء الله اللي عابة تدر سبت وستقبل وطن اتنين وعين فانا بتمنى الحمد لله ان شاء الله باذن الله مع الطفرة دي والدفعة دي ان شاء الله اللي عابة تفضل مستمرة في المكسب باذن الله شكرا للمشاهدة